بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلكهم الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستغخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلفه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت زنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من اشترق السمع فأتبع منشهاب مبين والأرض ضمدتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براتقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما نلزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارفون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمو وإذ قال ربك للملائكة إني صالق بشرا من صلصال من حمى مسنون فإذا سويتم ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجنعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد بشر خلقته من صلصال من حمى مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنقرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أبويتني لأزيننهم في الأرض ولأغنينهم أجنعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك علي سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواف لكل باب منهم جزء مخصور إن المنتقين في جنات إن المنتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين أدخلوها بسلام آمنين أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من دل الإخوانا إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يطلق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا برأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل الذين يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا غالينا سافلنا وأمضرنا عليهم حجارا وأمضرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقونا منهم وإنه مال بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يلحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحلق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تهدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسبين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك أن أسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذي ليجعلكنا مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين